في قطاع كبير جدا من بلدنا بيقدر يلمس المجهودات اللي بتتعمل وهيقدر يلمس جدا اللي عامل القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وفي ناس تانية ما بتلمسش ده لأنها مش معنية بي أو بالأدق ما بيصبش عندهم هم ناس ممكن ما تكونش محتاجة كل ده ربنا الكريم ومحظوهم حلوة في الدنيا عايزين نعرفهم انه في ناس هنا بتتساءل حياة كريمة بيعمل ايه والبلد حصل فيها ايه وانا مش شايف التغيير ومش حاسس بالتغيير القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة بيعمل ايه وعمل ايه لحد دلوقتي طيب خليني ابدأ مع حداك هي المبادرة طبعا زي ما احنا عارفين يعني الرئيس اطلقها في 2019 يناير ومضى على وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري في يوليو 21 فالفترة اللي هي قبل الامضة على الوثيقة دي كنا احنا كشباب بعد ما الرئيس اطلق المبادرة حسينا انه لا ده الحلم بتاعنا بيتحقق بجد وعشان نقدر احنا نساعد في الهداف المبادرة دي لازم ان احنا يبقى عندنا مؤسسة فتم انشاء في اكتوبر 2019 تم انشاء مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة هي عضو في اللجنة المشرفة اللي هي لجنة الرئاسة الوزراء المشرفة على مشروع تطوير الريف المصري او مبادرة حياة كريمة طيب احنا كمؤسسة في حياة كريمة ايه الخدمات اللي بنقدمها في القطاع الطبي هقول لحضرتك اهم حاجة احنا حلقة وصل عشان لا نخفل دور مؤسسات الدولة كلها سواء الحكومية او الغير حكومية لان احنا عندنا تكاتف على جميع المستويات احنا حلقة وصل اهم ما يميزنا الفرق المتطوعين اللي موجودة على الارض الشباب اللي موجودين في القرى والنجوع والمناطق النائية اللي حضرتك فعلا فعلا ممكن ما تعرفش توصلوه احنا كل المتطوعين عندنا جايبينهم من اماكن اللي هي يعني كل واحد من قلب قريته من قلب النجع عنده هو متطوع معنا عاملين شبكة كبيرة الشبكة دي احنا بقى بفكرنا الشبابي المتطور احنا زي منقول 24 ساعة على جروبات الواتس اوب يعني عندنا الكونيكشن اسرع فانت لما يبقى عند حضرتك مثلا على سبيل المثال حالات استغاثة جاينا من غرب سهيل بيقولوا احنا عايزين قوافل رمض عندنا مشاكل في العيون عايزين قوافلة رمض فيجينا احنا في المكتب المركزي طلب من المتطوع او المنصق الطبي اللي في الاسوان يقول لنا يا جماعة احنا يعني يتم التنسيق مع وزارة الصحة تنزل القافلة يتم الاعلان على القافلة دي في ميكروفرات الجوامع والكنائس في القرية تنزل القافلة تاني يوم على طول انه القافلة جاية جماعة بكرة مخصصة للرمض حلوة اوي يبقى هو صوت المواطن اللي هو فين يا فاندم اللي هو في غرب سهيل يعني صوته تسمع من ابنه ابنه اللي موجود اللي هو متطوع عندي وصل لي في المركزية انا حضرتك تواصلت مع وزارة الصحة مشكورة على طول القافلة كانت نزلة لو انا ده دور الاساسي اللي انا بلعبه فده دور مهم جدا جدا احنا عندنا دلوقتي قرابة 36 الف متطوع على الارض والاعداد في ازدياد طيب قطاع طبي ايضا يا فاندم انا في المؤسسة انا بستقبل الحالات اللي هي العاجلة حالات الاستغاثة جدا ترجمة نانسي قنقر